الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية تشاينا انرجي سونغ هاليانج وعدد من كبار قيادات الشركة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر والتي يأتي في مقدمتها تشاينا انرجي وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنصيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها مؤكدا ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر خاصة المشروعات المرتبطة بالهايدرجين الأخضر وأشر الرئيس السيسي إلى حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري وأضاف متحدث الرئاسة أن الجانبين تناقشا حول مقترحات المشروعات الجديدة المتاحة للتعاون المشترك وكذا سبل الدفع بجهود الانتهاء من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها ومن جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة تشاينا أنرجي التعاون القائم بين الجانبين مشيرا إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجال الطاقة والهايدرجين الأخضر ومؤكدا أن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف المجالات في التعاون بما يحقق مصالح الجانبين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية ساسكا زينك شوي شوان يرافقه كبار مسؤولي الشركة وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى الصين وصرح متحدث رئاسة بأن الرئيس السيسي استعرض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة بما وفر فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وأشر الرئيس السيسي إلى حرص الحكومة على استفادة الشركة الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين مؤكدا تقدير مصر لجهود السيسك في تنفيذ العديد من المشروعات في مصر وأضاف متحدث رئاسة أن اللقاء تناول جهود تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين وكذا مقترحة التعاون الجديدة حيث سمن رئيس السيسك التطور الهائل الذي شهده قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر واهتمام الدولة بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال مؤكدا حرص الشركة على استمرار التعاون وتوسيع دوائره إلى المزيد من المشروعات التي تحقق مصالح الجانبين أكد مصدر رفع المستوى أنه لا صحة لما تدولته بعض وسائل الأعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح البري وشدد المصدر رفيع المستوى على أن مصر تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل بها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتجن أن عملية إعادة بناء وإصلاح رصيف غزة المؤقت سيستغرق أكثر من أسبوع على أن يتم إعادة تثبيته على ساحل غزة وأضاف البنتجن أنه تم نقل أجزاء الرصيف البحري العسكري المؤقت الذي تضرر من الرياح الشديدة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي حيث يتم العمل على إصلاحه رحبت وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع المقبل وقالت الوزارة في بيان لها أن سلوفينيا بهذه الخطوة المهمة تعبر عن التزامها الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكل التهم الموجهة إليه في قضية تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016 وبعد مداولات على مدار يومين أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها حيث كان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة وأمهل القاضي أخوان ميرشن فريق الدفاع عن ترامب حتى الثالث عشر من يونيو المقبل لتقديم دفوعه ولنيابة العامة حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته للرد على هذه الدفوع كما حددها 11 من يوليو المقبل موعدا للنطق بالحكم انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر